أيها المؤمنون الأورتوذوكس في أنطاكيا بعد عقود من بيع الكنيسة لطغمة سياسية مستبدة ظالمة انتهكت كل مقدسات الكنيسة هذه الطغمة والعصابة السياسية وعبر السنوات عينت أساقفا وبطاركا وكهنا كي يتاجرون في الهيكل ويبيعون مصير الأبناء الروحيين للكنيسة إلى تجار الحروب والدمار الذين عاثوا فسادا في الكنيسة بعد عقود من محاولة إنهاء الوجود الانطاكي الأورتوذوكسي الذي يشكل جبهة مقاومة من أجل الحق فقط الحق بعد عقود من تأجير مقدرات الكنيسة الأنطاكية الروحية إلى أبناء الشيطان اليوم أود أن أعلن عن أن حالة انتفاضة شعبية أورتوذوكسية بين أبناء كنيسة أنطاكية قد بدأت ترسم معالمها اليوم بدأ يصبح الشعب قادرا على أن يصيح بأنه يريد إسقاط النظام الحاكم في كنيسة أنطاكية اليوم الشعب يريد أن يستعيد الكنيسة من الطغمة الحاكمة التي توارثت احتلال الكنيسة منذ عام 1940 اليوم يريد الشعب الأورتوذوكسي في أنطاكية أن ينهي حكم الطغيان والاستبداد في كنيسة أنطاكية الأورتوذوكسية اليوم يريد الشعب الأنطاكي الأورتوذوكسي أن يفصل الكنيسة عن الطغيان السياسي ها قد بدأت الانتفاضة من الأنطاكيين في لبنان ولهم كل الحب والصلوات من أجل أن يحفظهم رب المجد من طغيان الظالمين اليوم أيها الأنطاكيين الأورتوذوكس في سوريا ولبنان حان وقت الحق وأجراس الكنائس سوف تقرأ على أيديكم بعلامات النصر على الهراطق الطاغين على الشعب هيا أخرجوا عن صمتكم وخوفكم فالعالم ينظر وينتظر لا تخافوهم فهم الآن أضعف من أي وقت مضى هم يرتجفون رعبا من انتفاضتكم ونحن وراءكم بصلواتنا وكل طاقاتنا ليس لنحل محلكم بل على العكس لكي أنتم تستعيدوا كنيسة أنطاكية وتضيءوا منارتها التي أطفؤوها هؤلاء الخوان الفاسدين هم خونا لآلام ودماء آباء وشهداء الكنيسة القدسين رعاكم الله رب المجد في انتفاضتكم ولربما ثورتكم السلامية التي بقوة الكلمة والحركة سوف تحقق استعادة الكنيسة من سارقها وتذكروا الإيمان دون أعمال هو عقيم 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 ولترافقكم صلوات القدسين الأب سبريدون طنوس